تعرف انه مخترع الرقم السري وحمايات التحويل المالي والبيانات الرقمية عربي اي نعم عربي الملقب بابو الفين كود محمد عطل من مواليد 1924 هاجر من مصر الى امريكا للدراسة ويشتغل باكثر من شركة عملاقة من بيناتهم عامل بيل وشركة HP لصناعة اصناف النواقل وتطوير الموصلات للدوائر الكهربائية يعني للترانسيستور بلا كل وقت وسنة 1962 طور اول شاشة ليد باسم HP ليد سكرين ومرت السنين وصلنا سنة 1972 لحد ما فتح شركة الخاصة وسماها عطلة المتخصصة بمجال التشفير وحماية عمليات التحويل المالي المشفر واليوم هو المرجع الاساسي لجميع عمليات التحويل المالي والدفع بالبطاقات اللي نعرفها اليوم طبعا مسيرتها كانت حافلة بالجوائز والمداليات وسنة 2009 انطوت صفحة المخترع العربي محمد عطلة لكن بقى ابتكارة ليوم عايش ونستعمله يوميا ويلا دقيقة وتحياتي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر